موظف عادي في شركة ديب سيك قرر في وقت فراغه انه هو يطور مشروع بسيط مفتوح المصدر اسمه نانو VLLM والنهاردة المشروع ده بقى حديث الناس المهتمة بمجال الزكاء الاصطناعي تعالوا نعرف ايه هو نانو VLLM متابعي قناة انفو ديكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي احسن حال الاول ببساطة كده خلينا نقول ايه هو ال VLLM ال VLLM هو برنامج او محرك بيخلي نماذج الزكاء الاصطناعي الكبيرة تشتغل بسرعة وكفاءة خصوصا لما يكون في عدد كبير من المستخدمين او المهام في نفس الوقت لما تطلب من الزكاء الاصطناعي يرده على سؤال بيحتاج وقت وجود كبير جدا عشان يفهم الكلام ويكتب رد ال VLLM بيخلي كارت الشاشة بتشتغل بكامل تقطها من غير ما يضيع وقت عشان تقدر تاخد الرد بسرعة احنا نهاردة هنتكلم عن النانو VLLM الذي تم تطويره من قبل احد الديفولبر في شركة ديب سيك وهو برنامج خفيف جدا بيشغل نماذج الزكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة ومكتوب ب1200 سطر بس من كود بايثون يعني مفيش اي تعقيد او ادوات ضخمة ولا حاجات ممكن تكون معقدة حتى للمبتدق في مجال البرمجة المميز هنا ان الكود كله واضح ومقسوم خطوات بسيطة تقدر تمشي ورا كل تفصيلة وتشوف ازاي الذكاء الاصطناعي بيحول الكلام اللي انت بتكتبه لرد مفيد يعني لو انت نفسك تفهم الذكاء الاصطناعي بيشتغل ازاي ده مشروع ممتاز تبتدي به تم تجربته على لابتوب بكارت شاشة عادي RTX 470 بتمانية جيجا وطلبوا منه انه هو يولد نصوص بناء على 256 جملة مختلفة والنتيجة اني نانو VLLM خلص المهمة اسرع من برنامج كبير جدا اسمه VLLM اللي انا كلمتكم عنه من قبل اسرع بنسبة 5% اولا هو ذكي لكن مش قوي ذكي لانه بيحتفظ بالنتيج اللي شافها قبل كده عشان ما يعدهاش مرة تانية بيوزع الشغل على كروت الشاشة بيستخدم حركات ذكية من داخل PyTorch عشان يسرع الحسابات كل ده من خلال كود بسيط وعشان كده ناس كتير جدا من المطورين والناس المهتمة هتبصت لقيناها متحمسة دي لانه مشروع تعليمي ممتاز سهل الفهم ممكن تعدل عليه تتعلم منه وتبني عليه اولا طريقية تثبيته هتكون من خلال سطر واحد بس في الترمينال وتقدر تشغل نموذج على جهازك وتبدأ تطلع بنتيج ما فيش سطر معقد ولا اعدادات مرهقة بس لازم نقول ان المشروع ده مش معمول عشان الاف المستخدمين زي الشات جي بي تي مثلا لا ده معمول عشان تجرب تتعلم تكتشف بنفسك لو انت مطور ومهتم بهذا المجال هتقدر ان انت تروح على جيت هاب من خلال الرابط الموجود في الوصف أسفل فيديو عشان تروح تبتدي تعمله انستوليشن وتبتدي ان انت تشغله عندك على الجهاز لو نزلت هنا هتلاقي nano vllm هنا الانستوليشن زي ما قلتلك من خلال كود واحد بتحطه في الترمينال او بتكتبه في الترمينال بتاخده copy تحطه paste حيبتدي تعمله انستوليشن في manual download وquick start تعطيك زي example هنا زي ما احنا شايفين ممكن تروح تنفزه في virtual studio code طبعا انا مش متخصصة ولكن يعني ايه بقولكم اللي انا جربته بالنسبة لل test configuration الhardware rtx4070 لابتوب المعالج تب 8 جيجا بايت الموديل quen 3 0.6p ده الموديل اللي تم استخدامه في عملية التجربة total requests 256 هنا performance results الاداء ما هي جيت الاداء المقارنة ما بين ال vllm والnano vllm من ناحية ال output tokens والtime بشكل عام يعني زي ما قلتلكم الرابط هحطه في الوصفة اسفل الفيديو بالنسبة لي المطور الحب ان هو يجربه والاول مهتم فيحب ان هو يجربه اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة انفو تكفريو بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فقاليت من انسوش تدعموني باللايك والشير والكمنت لو كنتم من متابعينا العزاء ولو كنتم بتشوفنا الاول مرة بتنساش تعمل سبسكرايب لقناة فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته